بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح النهاردة هنكمل او هنراجع مراجعة سريعة على الـ Solar Eclipse طبعا الـ Science للصف السادس الابتدائي لغتك تعالوا بسرعة كده الـ Phenomenon دي بتحصل امتى اللي هي الـ Solar Eclipse When the Earth and the Moon and the Sun بيبقى on the straight line تمام طيب الزمون بيبقى in the middle تمام طيب هعمل ايه بقى احنا قلنا ان بيظهر لي two areas الـ Ambra والـ Pen Ambra الـ Ambra والـ Pen Ambra خلاص الـ Ambra يعني Total Dark أو Total Solar Eclipse تمام أو Shadow الـ Pen Ambra يعني Sammy Shadow يعني ايه Partial Solar Eclipse وبنعرفها ازاي احنا قلنا بنوصل الـ Dotted line ده يبقى الضل الحقيقي الشادو بيجي من النهايات المتشبهة يعني الـ Upper Limit of the Sun بالـ Upper Limit of the Moon خلاص وامدهم والـ Lower Limit of the Sun بالـ Lower Limit of the Moon وامدهم او بالشكل ده الـ Dotted line اللي انا عامله بالـ بالـ Red Color خلاص يديني الـ Ambra ولما اوصل النهايات مع كوسة يعني الـ Upper Limit of the Sun بالـ Lower Limit of the Moon والـ Vice versa بقى الـ Lower Limit of the Sun بالـ Upper Limit of the Moon يديني الـ Ben Ambra تمام طيب آآ يبقى في الحالة دي في الحالة دي لما يبقى المون near to the Earth هيبقى عندي two areas الـ Ambra والـ Ben Ambra اوكي الـ Ambra والـ Ben Ambra لكن في الحالة التانية لما يبقى المون farther from the Earth بعيد عن الأرض ودي في الحالة بقول ان المون in the higher orbit بيبقى المون in the higher orbit كيف المدار العلوي بتاعه الـ Ambra بقى والـ Ben Ambra اللي بتهمني اللي هي Total Solar Eclipse دي مش موجودة عندي لان هي بتقع في الفضاء برا مش موجودة عندي على سطح الأرض كيف في الحالة دي حيبقى عندي Ben Ambra و Ant Ambra بين Ambra و Ant Ambra يعني سامي شادو وعندي ايه بسميها الـ Ant Ambra دي بسميها Annular Solar Eclipse Annular Solar Eclipse التاني يعني في الحالة دي وهو المون في الـ Higher Orbit كيف عندي بارشال Solar Eclipse اللي هو في منطقة الـ Pen Ambra زي ما قلنا وهيبقى عندي ايه Annular Solar Eclipse اللي هو في الـ Ant Ambra كيف ما عنديش Total Solar Eclipse في الحالة دي لأنه هو واقع برا سطح الأرض فما يهمنيش كيف طيب طيب هو هنا مديني شوية Definitions أو Two Definitions بيقول لي الكون أمبرا أو بسميها الأمبرا على طول أول ما نقول الأمبرا يا جماعة أمبرا يعني ايه يعني شادو يعني ايه يعني دارك يعني ايه يعني Total Solar Eclipse Total Solar Eclipse I can't see the sun light totally ما قدرش أشوف أي حاجة من ضوء الشمس دارك يا جماعة معتم يعني اعتام كامل لما يبقى يبقى في منطقة الأمبرا دي يبقى عندي دارك يبقى عندي شادو يبقى عندي Total Solar Eclipse تمام بيقول لي الديفينيشن It is the dark inner shadow أهو تميني كلمة دارك inner shadow area دارك inner shadow area in which the total solar eclipse appears بيبقى عندي ايه Total Solar Eclipse appears بيظهر طيب البن أمبرا منطقة البن أمبرا دي بتبقى ايه بسميها اعتز the faint outer shadow يعني ايه faint outer shadow ما بتبقاش دارك ما بتبقاش سودة بتبقى faint يعني لونها باهت ما بيبقاش فيها ضلمة كاملة تبقى ايه يعني ايه نص معتمة كده يبقى تزدفين تهميني كلمة faint outer shadow area in which in which a partial solar eclipse appears تمام طيب هنا بيقول لي يعني الكونكلوجن بقى ايه الخلاصة بتاعت الكلام ده كله اللي احنا عملين نقوله the solar eclipse phenomenon حسب حسب المسافة اللي بين المون وال earth يديني type of solar eclipse during its rotation in its oval orbit around earth برضو جايب لي oval orbit around earth مهمة كلمة oval عشان تبين لي ان المون ساعة يبقى near from the earth وساعة يبقى far from the earth طيب بيقول لي type of solar eclipse ده يعني عامل تلخيص للدرس كله types of solar eclipse ايه انواع solar eclipse number one الحاجات دي الاسئلة دي بتيجي فيها توقيع في الامتحان هي بتبقى سهلة جدا عايزة تركيز شوية في ناس كتير بتعرفها number one total solar eclipse ها على طول total solar eclipse ده بيحصل امتى نتكلم مع بعض كده لما يبقى المون near from the earth تمام طبعا لان في الحالة التانية لما يبقى المون far from the earth ما عنديش حكاية total solar eclipse دي خالص عندي partial solar eclipse وعندي annular solar eclipse يعني كسوف جزئي كسوف حلقي annular طيب يبقى مدام قال total solar eclipse that is formed in the shadow area طبعا امرا ده بيحصل في منطقة الامرا of the moon and in which can't see the sun completely ما بنقدرش نشوف ضوء الشمس خالص بيبقى dark تمام طيب يبقى ده اول من solar eclipse طيب number two partial solar eclipse طيب الpartial solar eclipse ده بيحصل امتا حقيقة ده بيحصل في الحالتين لما يبقى المون near from the earth بيحصل partial solar eclipse في منطقة ال ايه البن امرا وبيحصل برضو في ال ايه لما بيبقى المون far from the earth برضو في منطقة البن امرا يبقى منطقة البن امرا دي موجودة عندي في الحالتين لما يبقى المون near from the earth تمام ولما يبقى المون far from the earth اللي هو بنسميه في ال higher orbit طيب اه بتحصل برضو امتا البارش solar eclipse formed in the semi shadow area اللي هيسمها البن امرا of the moon and in which we can see part of the sun الحقيقة احنا بنقدر نشوف جزء ايه من ضوء الشمس تمام رسم للشكل ده الشكل ده مش هلال الشكل ده مش هلال الشكل ده الشمس وراء وال ايه والمون وهو لسه داخل عليها يعني لسه ما بقاش اه على استقامة واحدة قوي بين يعني يعني فاهمين يعني لوقت المون بيحصل له ايه روتاشن كاي اهو حصل ان ايه لسه داخل على الصن ولسه مجاش ما تزبطش عليها زي كده بالظبط داخل ده في الوقت ده يحصل ايه في الوقت ده يحصل بارش السولر تمام يعني اهي الصن وراء والايه والمون لسه داخل عليها اهو وبعد شوية حيتزبط عليها بالظبط يبقى ايه والمون والصن على ايه على تمام طيب وهو بقى المون لسه داخل على الصن كده تمام ده بيبقى ايه بارشل سولر اكليبس جزء من الشمس انا مش شايف جزء شايف اكي يبقى ده كسوف جزئي بارشل سولر اكليبس وده بيعمل لي منطقة الايه منطقة البن امبرا البن امبرا طيب الانيولر سولر اكليبس اه انا عارفا الانيولر سولر اكليبس يعني الكسوف الحلقي ده بيحصل امتا لما بيبقى المون في الهاير اوربت يعني فار فروم ذا ايرث يبقى بعيد طيب بيحصل ايه بقى المون فار فروم ذا ايرث البن امبرا او منطقة سوري الامبرا اللي هي منطقة الدارك دي دي ما بتقعش على الارث السيرفس خالص دي مش وقع على سطح الارض دي برا في الفضاء فعشان كده ما بيبقاش عندي امبرا تمام لما بيبقى المون في الهاير اوربت تمام بيحصل انيولر سولر اكليبس كسوف حلقي يعني ايه بيبقى المون فار فروم ذا ايرث بعيد عننا خالص فبنشوفه صغير وبنشوف ورا الشمس كبيرة بس كأنهم لازقين في معا الشمس كبيرة وهو صغير بس هو بعيد عننا جدا فبنشوف ايه حلقة من ايه من السون لايت حلقة من ضوء الشمس بالشكل ده الشكل عبارة عن اهو المون فار فروم ذا ايرث ايه السون ورا شوفوا ظاهر ازاي ده اسمه انيولر سولر اكليبس خلاص والمنطقة دي بسميها ايه انت امبرى انت امبرى يبقى that is formed when the moon is in a higher orbit from the earth so تكون شادو لايه تكون شادو اللي هو منطقة الدارق منطقة الامبرى دي ما بتوصلش الارض خلاص الشمس بتظهر على ايه شكل ايه lighted ring حلقة اوكي حلقة منورة lighted ring طبعا الكلام اللي باللون البلو ده مهم جدا بيجي في الكمبيت طيب هنا بيقوللي although the solar eclipse phenomenon doesn't last more than 7 minutes and 40 seconds طيب ظهرت بقى الكسوف الشمس او solar eclipse phenomenon وقتها قد 7 minutes and 40 seconds طبعا كتبها لي باللون البلو يعني تتحفظ ده الوقت بتاعها بيقوللي ايه we can observe more than one type of solar eclipse due to the passage of the moon in front of the sun 's disk the disk to